الممثل فادي أبي سامر بنرحب فيك عبر موقع الفن أهلاً فيكم عم نتابعك هلأ بمسلسل من إلي اللي عم بيلاقي ردود فعل إيجابية عالية كتير شو بتخبرنا أكتر عن العمل؟ غير أنه يعني ببعرف هلأ صار عندي شي مليون وخمسمية ألف عدو بدون يقتلوني لا بس بصراحة أولاً أنا كتير سعيد بالمسلسل لردات الفعل اللي عم بيسمعها من الناس لحد هلأ صرنا بالحلقة 14 يمكن الناس هلأد عم تتفاعل وهيدا شي بيسعدنا اتنين أنا بالنسبة لإلي هالشخصية خليل العسل صح أنه هلأ الناس رح تقلي أنه فادي ليه شرير كل الوقت وهيك بس أنا الفرق أنه كل شخصية بالعبة حتى لو شرير أو لو عنده جانب سلبي بالحياة بجرّب أعطيها نفس تاني مختلف وكذا لا خليل هون هو شخص محروق يعني من جوا وعب ينتقم بدافع كتير كبير أنه عائلته كلها تصفت واحترقت وكذا وراجع ينتقم بالزبط فكمان جرّبت أعمله هون بشخصية خليل أشياء مختلفة بالكاركتير بالطبيعة بالحركة الجسمانية طبعه بالصوت إلى ما هنالك وهيدا التحدي اللي أنا دايما بحب أعمله حتى يمكن لو في أدوار عم تكون شوي متشابهة بس بوعد الناس والمشاهدين أنه من هلأ وبالرايح اللي حيشوفوني بأدوار مختلفة يعني هيك حتكون حنون شوي بعد يعني جرب يعني شوي مع أنه عملت مسلسل مش بزمين أنا وعابد فهد اسمه شتية بيروت كنت الصديق الوفي الحنون اللي بيدعم صادقه كل الوقت وهاك وكذا بس أنه يمكن هولي الشخصيات اللي أكتر برزوا أكتر وهاك ما عندي مشكلة بالآخر هيدا دور عم قدي واللي بيقلي بالشارع أنه كرهتك يعني أنا شخصيا بيكون عم بيمدحني بالزبط لأنه بالآخر اللي لازم وصلوا وصلتوا وقدروا هالقد بس اللي بحبه عند الناس بصراحة هو هالوعي اللي صاير زايد عندهم أنه بيقلولي أنه عن جد كرهناك بس برافو أنك عملت الدور منيح يعني بيفصلوا بين فادي وبين الشخصية اللي عم بلعبها شراكت مع قصاي خولي بيرات قطريب ويسام صليبة وفاليريب وشقرابي من إله كيف بتلاقي العمل معنا؟ بصراحة بصراحة هلأ يمكن ويسام واشتغلنا أبي عشرين عشرين سواء مع بعض بس كل الأكيب التاني بياخدوا العقل يعني عن جد وهالقد كان فيه انسجام بين بعض يعني فاليري أبو شقراء طبعا قصاي جوزيف بنصار بيرات قطريب سلمة كشلبي يعني مجموعة من المسلين عن جد هيك كان كتير قريب الجو بيناتنا كنا نفهم مع بعض وخلقنا هيك بالتصوير جو كتير حلو وكان قريب ولزيز فادي حتى ماجي بغصن التقات فيها بمسلسل للموت ودورك كان مهم كتير وأساسي هلأ رجعنا للجزء الثالث للموت أعلن ورسميا يعني كانوا عم يسألونا كل الوقت إنه في للموت ثلاثة نقللهم ما منعرف ناطرين ما منعرف لأنه ممنوع تحكي يعني إنه كتعارف قبل بس إنه لأنه هني اللي هيعلنوا يلا يعني كمان نكمل تجربة للموت ونشوف لوان ندين جابر موصلتنا هلأ إن شاء الله متفوتنا بالحيطان بس إنه إنه الناس حبت كمان هالتجربة ويعني إن شاء الله خير بس بدنا نقللهم إنه انطرونا بمزيد من الانتقامات والأسوي صح؟ يعني ما بعرف كيف صراحة لما بدأت إخدنا بعض بس بس بتوقع يعني أنا بعدني ما قريت النص بصراحة بس بتوقع إنه كمان يعني إنه في أفعال وردود أفعال ورح تاخدوا وتعطي وهيك بس اللي فهمتوا مننا دين كمان إنه في مفاجآت كبيرة بهالمسلسل بالجزء الثالث يلا بتمنى تكون عن جد مفاجآت حرزاني وحلوة عرفنا إنك عم تشارك مع سعيد سرحان سعيد سرحان عد عايز عرفنا إنك عم تشارك معه بمسلسل قريبا شو تخبرنا أكتر عن العمل مع سعيد سرحان يلي شفنا جوه هلأ لا سعيد من أعظام الرقبة يعني أنا بالنسبة له إلي سعيد يعني من الأشخاص اللي من أول ما بلشوا بالتمثيل وهيك كتير في قرب وفي صداقة وفي بيناتنا يعني قبل ما نحكي أي شيء لأنه بعده كتير ببدايته الخبرية وهيك فضل ما أفسح عن شيء بس بقول إنه في عمل حلو نتزروه في مجموعة كبيرة من المسلين اللي عن جد حبوهن كتير الناس مؤخرا وكيف رح نشوفك أنت بحيد العمل فادي أبو سمرة كيف رح نشوفك فيه؟ كمان ما فيني أحكي كتير في بند جزائي بتدفعه؟ ندفعه سوا لا بس إنه بتخيل هالمرة في نقلة تانية بالشخصية نوع مختلف ما شايفيني فيه قبل بتمنى يعني إنه نجح فيه كمان ما في شك إستاذ خادي إنه دايما بتكون ناجح بكل أدوارك حبيبي كلمة أخيرة منك لقراء موقع الفن بقول لهم شكرا عن جد على المتابعة الدايمة يعني أنا هادي مش أول مرة صرت كذا مرة عامل لموقع فن وبيتابعوا بشكل حسيس ولذيذ وكل أخبار بقول لهم تابعونا بكل الإنتاج اللي عم نعمله الدرامي إن كان لبناني أو مشترك لأنه عن جد بتستاهل هالقطاع الدعم من كل الناس لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر